بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس السادس من الوحدة الرابعة نتناول في هذا الدرس الحالة الثالثة من حالات تغير الشركاء وهي حالة دخول شريك جديد بدلا من شريك خارج وفي هذه الحالة أنه يتفق الشركاء على دخول شريك جديد بدلا من شريك خارج ويعتبر النبلغ الذي يدفع الشريك الجديد لشريك الخارج أنه لا يخص الشركة في شيء بل ما يظهر في سيئلات الشركة هو نقل حصة الشركة الخارج في رأس مال الشركة إلى الشريك الجديد ونأخذ مثال على هذه الحالة شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر وعدنان بالتساوي تمتلك أصولا بمبلغ 4 مليون ريال وعليها ديون تبلغ مليون ريال موافق الشركة على بيع شريك زيد لنصيبه في رأس مال الشركة إلى الشريك عبد الله بمعنى أنه نصيب شريك زيد يبلغ مليون ريال قام يبيعه للشريك عبد الله المطلوب تسجيل قيدة يومية اللازمة الحل من حساب رأس مال زيد إلى حساب رأس مال عبد الله بمعنى أن ما تم في سجلات الشركة هو نقل حصة الشريك الخارج إلى حصة الشريك الجديد وأن التدفقات النقدية التي تمت بين الشركين الشركة الداخل والشريك الخارج لم تظهر في سجلات الشركة بمعنى أن هذا الاتفاق تم خارج سجلات الشركة وفاة شريك في شركة التضامن يتم اعتبار وفاة الشريك في شركة التضامن محاسبيا حالة تطبيقية لحالات خروج الشريك وتنتقل حصة الشريك المتوفي إلى ورثته بمعنى أن هناك شيء خارج أن التوفى بمعنى أن حالة تطبيقية لحالات خروج الشريك وهذه الحصة تنتقل إلى ورثة الشريك المتوفى وقد يقرر الورثة الآتي البقاء في الشركة كلهم أو بعضهم بأسمائهم وفي هذه الحالة فإن المعالج المحاسبية تستدعي نقل حصة الشريك المتوفي للشريك أو الشركاء الجديد بمعنى أنه وهي حالة مشابهة حالة دخول شريك بدلا من شريك خارج أو بيع حصة الشريك المتوفي إلى كل أو بعض الشركاء وفي هذه الحالة فإن المعالج المحاسبية تستدعي نقل حصة الشريك المتوفي إلى الشركاء الذين قاموا بشراء هذه الحصة أو أن يسحب حصة الشريك المتوفي من الشركة وهذا يؤدي إلى تخفيض أصول وحقوق الشركة بمقدار حصة الشريك المتوفي